الارات اللي مطنطنة غراسي ما تركها ايش اللحظة بتموت بعد دقيقتين ثلاثة ايش ايش تستفدت اذا انت شاي الهم المستقبل وهم الماضي ليه ياخي طالع مع زملائي والله امبسط واصنع الفرحة واصنع الجو الرائع حتى معظم الزملاء الان يطلعوا لازم يكون موجود عشان ايش اطقتق عليهم ياخي ايش اللحظة اللي انت فيها ياخي امتع اهلك امتع امك امتع ابوك امتع جدانك اخواني خلى الناس يمبسطون اذا جيت خلى الناس يقولون نتمنى الجلس مع الرجل ذاك لانه ايجابي يا رجل مش تتطلع من الدنيا الا بكلمة طيبة الله يرحموه ماذا تتطلعوا اتحدى انطلعت باي شي اخر الا بنيت مسجد ولا كفلت يتيم ولا دعوة ناس صالحين في نهاية كلها نريد بها دعوات وناس صالحين واذاك الله جزاكم خير خلونا ننتبه انه يجب ان نعيش اللحظة بكل سعادتها وننتبه من اشياء كثيرة جدا حول هذا الموضوع يثيره الكثير جمع ما تدريش يصير مستقبل يتركها على الله انت